السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هعمل معكم الدوناتس بطريقة سهلة جدا وبسيطة والطعم مش هيختلف ابدا عن الدوناتس بتاع محلات الحلواني العجينة بتاعة الدوناتس طرية وجميلة جدا فلو اول مرة بتشوفوا قناتي ياريد ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة وكمان لايك للفيديو ده المكونات معايا كبايتين وربع من الدقيق انا معايرة كل المقادير بالكبايات المعيارية عملت كبايتين وربع من الدقيق ومعايا كمان رشة من الملح معلقتين من السكر ربع كباية من الزبدة عندي كمان في فانيليا وخميرة وعندي نصف كباية من اللبن وبيضاء دي المقادير اللي معايا هبدأ احط المواد الجافة كلها مع بعض انا دلوقتي حطيت الدقيق وحطيت رشة الملح ومعلقتين من السكر واحط كمان الفانيليا دلوقتي بقى هحط كمان البيضاء ويفضل تكون بدرجة حرارة الغرفة واحط كمان معلقة من الخميرة وهبدأ احط كل ده في العجان واضربه كويس مع بعضه انا دلوقتي كان عندي الزبدة كانت هي متجمدة انا سيحتها شوية على النار علشان تبقى طرية ونزلتها على العجين وهبدأ اخليها تتعجن الاول الزبدة مع الدقيق وبعد كده ابدأ انزل عليها نص كباية اللبن دي المقادير مظبوطة جدا لو لقيتوا العجينة يعني بتلزق معاكم ما تزودوش اي كمية تانية من الدقيق علشان يفضل ان العجينة تكون عجينة طرية علشان الدونتس يطلع معاكم هش وطري هسيب العجينة تتعجن بقى كويس في العجان شوفوا العجينة طرية وبتلزق سنة بسيطة هي كده كويسة جدا هبدأ الم العجينة والمها على بعضها كورة كده هنزل العجينة بقى على مفرش العجين وهحاول المها كورة بالشكل ده الوقت بقى هجيب بولة نظيفة هحط فيها العجينة بعد ما كورتها وهغطيها بكيس او استريتش اللي متوفر عندنا وبعد كده كمان هغطيها بفوتة نظيفة وهسيب العجينة لحد ما تختمر هنا كنت سيبت العجينة تقريبا نص ساعة بس اختمرت فيها وعلقت معيها شوية دلوقت بقى هبدأ ألم العجينة وافردها علشان أبدأ أشكل الدونتس بتاعي هبدأ أفرد العجينة كده بإيدي اه لو حابة تفرديها بالمنشبة مش مشكلة بس يا سهلة جدا تتفرد بالإيد عادي انا كده فردت العجينة كويس جدا اه فردتها بالسمك اللي انتو شايفينه ده اه يعني سمك متوسط ما يكونش رفايع قوي ولا تخين دلوقت احنا ممكن نشكل الدونتس بأي حاجة عندنا انا عندي هنا بتاعت اللي بتشكل الدونتس هحطها في الدقيق وبعد كده هبدأ أشكل الدونتس بتاعي وبعد ما هشكل الدونتس هبدأ أجيب ورق الزبدة وقطعه مربعات بالشكل ده وهحط القطع بتاعت الدونتس اللي انا شكلتها على ورقة الزبدة طبعا انا بعمل كده علشان اه وقتا ماجي اقل الدونتس انا هسيبها طبعا تختمر شوية فوقتا ماجي اقل الدونتس التخمير بتاعها ما يهبطش منها اه انا هنا شكلت كل كمية الدونتس اللي عندي وحطته كله على ورق الزبدة ويسيبته يختمر شوية هغطيه برضو بنفس الكيس والفوطة علشان اسيبه يختمر احنا ممكن نزين الدونتس بحاجة عندنا ومتواجدة في اي بيت ممكن نجيب شوية من السكر البودرة ونحط عليهم معلقة من اللبن اه ونقلبهم بالشكل ده ودي تبقى فكرة سهلة جدا وبسيطة لو ما عندناش اي حاجة زين بها الدونتس اه دي فكرة سهلة جدا وبسيطة وعندنا في اي بيت ممكن نتصرف فيها بزود لبن بسيط جدا على السكر البودرة وبفضل اقلبه لحد ما تكون بالشكل ده اه ممكن زين بيت دونتس هيبقى جميل جدا وممكن كمان لو عندنا نوتلا او شوكولاتة قابلة للدهن ممكن نستعملها او ممكن نستعمل شوكولاتة عادية جدا واحنا نسياحها بنفسنا هبدأ انزل الدونتس بورق الزبدة في الزيت وطبعا درجة الحرارة بتاعت الزيت تكون منخفضة ما تكونش درجة حرارة عالية وهبدأ احطي الزيت على وش الدونتس بالشكل ده علشان قطعة الدونتس تتشمع واما تاخد لون من تحت هبدأ قلبها وطبعا ورقة الزبدة بتتشال بكل سهولة انا هنا كنت قلبت الدونتس للناحية التانية وطبعا الزيت لازم تكون درجة حرارته منخفضة علشان الدونتس تستوى هنا كانت الدونتس خلاص اتحمرت واستوت واخدت لون كويس جدا هبدأ الوقتي اشيلها من عن نار وبعد كده هكمل باقي كمية الدونتس بنفس الطريقة طبعا واهم حاجة الزيت لو درجة حرارة عالية شوية ممكن نرفعه منع النار لازم تكون درجة الحرارة بتاعة الزيت منخفضة انا هنا حطيت الدونتس في الشوكولاتة النوتلا طبعا ممكن نسيح شوكولاتة ونحطها فيها عادي جدا ممكن نزينها باي شكل نحبه يعني بس انا كان عندي نوتلا وحبت برضه اقول لكم على فكرة السكر دي فكرة سهلة جدا ومتوحة في اي بيت اخدت من عجينة السكر باللبن حطتها كده على وش الشوكولاتة تدي شكل وعندي كمان صوص فراولة قلت بقى احط يدي شاكل برضه على الدونتس الابيض طبعا التازين ده طبعا بيكون اختياري اه وهنا بقى كنت خلصت الدونتس وكان برضه عندي شوكولاتة بيضة برضه سيحتها وحطتها على الدونتس الدونتس طلع جميل جدا وطري وهاش والعجينة جميلة جدا وطعمه احلى كمان من دونكل دونتس بكتير جدا وكده نكون خلصنا وصفة النهاردة لو عجبتكم وصفتي للنهاردة ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة وكمان ما تنسوش اللايك للفيديو ده اشتركوا في القناة